الاهلي النهاردة بعد المباراة شفت بعض الناس كتبة الكلام اللي هو من نوعية ايه اه لا فيه لعيبة ما ينفعش تبع في الاهلي اه الشنوى خلاص يوافق على عرض النصر اه عبد المنعم مغرور اه ياسر رجع لمستوى مش عارف ايه لا 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 خالص ما ينفعش اللعيبة اللي كانت اعظم لعيبة في القرى الافريقية من كم يوم فاجأة عشان خسروا مباراة تحصيل حاصل بقوا لعيبة مش كويسة بس انا في رأيه ان الشنوى اكيد محتاج يرتاح ذهنية وده اتكلم عنه مرسي كولي النهاردة في المؤتمر الصحفي ذهنية اللي هيبت اعبت قبل الامور البدنية اللي هيبت اعبت ذهنية شنوى عبد المنعم ياسر ابراهيم ريح علي معلول وريح كهرباء وريح محمد هاني وريح آآ 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 جنج بعض الفترات مرانة عطيق نفس القص يعني اللي هيبت اللي شاركت كتير دي بش نمفروض تاخد دلوقتي خالص ده في رائع يعني بس أكيد مارس الكرة له وجهة نظر في هذا الأمر ربما أنه عايز اللعبة دي تفضل رجلها في الملعب عشان ينادي الأهلي عنده آخر الشهر مباراة في كاس مصر مباراة بقى على طولة يعني فمش عايز يطلعهم بره السورة خالص أو يديهم راحة سلبية ممكن وارد يعني ممكن يكون دلت في تفكير مارس الكرة بس في كل حوال أنا أنا بفرج على المباراة النهاردة مش شايف أي تأثير على الأهلي من هذه المواجهة آه كان فيه أخطاء فنية النهاردة من مارس الكرة كان فيه أخطاء من اللعبين زي ما بيبقى جورديولا لما بيختم الموسم بيبقى مش مركز زي ما أنشلوتي لما بيختم الموسم على الياما دي مش بيبقى مركز لما بتبقى وقت كل حاجة التركيز بيقل على مستوى الجهاز الفني وعلى اللعبين بطبيعة الحال بطبيعة الحال خاصة أنت كذبان كل حاجة فأنا مش شايف الموضوع كبير يعني بعض الناس بتحب تقبل الأمور ديت سامش شايفه خسارة النادي الأهلي النهاردة حاجة كبيرة أعتقد هي مفيدة بس للبرامدز معنويا أنه يبني عليها للموسم اللي جاي ده تصور يعني